السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون تقدير نواتج ضرب الكسور للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني سنبدأ بفقرة تأكد قدر ناتج الضرب في كل مما يأتي في البداية لابد من التأكد من أن الأعداد عداد كسرية أحيانا يكون عندي عدد كسري وعدد صحيح أو كلي يعني مثل هذا الخمسطعش عدد صحيح وهذا كسري إذا كان عندي بهذا الشكل يكون التقدير أني أشوف المقام هل هو متناغم مع العدد الصحيح يعني يقبل القسم عليه نلاحظ في هذا السؤال أن الخمسطعش لا يمكن تقسيمه على الثمانية فنحتاج إلى أحد مضاعفات الثمانية ما هي مضاعفات الثمانية؟ الثمانية مضاعفاته نفسه الثمانية ثم ستعش ثم أربعة وعشرين ثم ثم ثنين وثلاثين وهكذا هذه هي المضاعفات فأقرب مضاعف إلى الخمسطعش للعدد الثمانية هو الستعش فنضيف واحد فقط إلى الخمسطعش فبيكون عندي حل السؤال الأول يكون عندي واحد على ثمانية ضرب بدل الخمسطعش راح نسجل ستعش هذا هو التقدير الآن قدرنا فأقدر الآن أقول له ستعش قسمة ثمانية يساوي اثنين الواحد هذا يبقى كما هو إذا نكون واحد ضرب اثنين طبعا هنا راح نقول له ما نقول له يساوي تقريبا إشارة تقريب يساوي اثنين هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني عندي ثلاثة على أربعة والواحد وعشرين أنا يهمني طبعا الأربعة والواحد وعشرين أحتاج إلى مضاعفات الأربعة هل الواحد وعشرين من مضاعفات الأربعة هنا نقول لي لا أقرب مضاعف هو العشرين إلى الأربعة وهو المضاعف الخامس فنقول له ثلاثة على أربعة ضرب نخلي بدل الواحد وعشرين لأن العشرين تقبل القسمة على الأربعة الثلاثة تبقى كما هي ثلاثة ضرب عشرين قسمة أربعة يساوي خمسة إذن الناتج راح يكون يساوي خمستاش أو تقريبا نقول لها تقريبا خمستاش سؤال ثلاثة عندي سؤال ثلاثة أيضا بنفس الطريقة سؤال ثلاثة اثنين على خمسة إلى ستة وعشرين أنا طبعا أيضا راح نقول له اثنين على خمسة الستة وعشرين طبعا هذه إلى يعني ضرب إلى ستة وعشرين الستة وعشرين ليست من مضاعفات الخمسة فأخليها أقرب مضاعف لها كم خمسة وعشرين فنقول له التقريب اثنين على خمسة الاثنين يبقى كما هو اثنين خمسة وعشرين قسمة خمسة يساوي خمسة إذن تقريبا الناتج يساوي عشرة بهذا الشكل ننتقل الآن إلى سؤال أربعة سؤال أربعة عندي سؤال أربعة واحد على عشرة وعندي ثمانية وستين الثمانية وستين ليست من مضاعفات العشرة أقرب مضاعف إلى العشرة هو السبعين إذن نقول له واحد على عشرة ضرب سبعين هذا تقدير الأرقام اللي نغيرها تسمى التقدير هو قال لي في السؤال قدر ناتج الضرب إذن نقول له الواحد يبقى كما هو هذا الواحد سبعين قسمة عشرة يساوي سبع إذن الناتج هنا رح يكون عندي واحد ضرب سبع يساوي سبع سؤال خمسة سؤال خمسة عندي اللحظ عندي العددين أعداد كسرية إذا كانت أعداد كسرية نقربها إما إلى الصفور أو إلى النصف أو إلى وين إلى الواحد إذا أثنين هم أعداد كسرية على حسب الأقرب أقرب إلى الصفور أو إلى النصف أو إلى الواحد هنا طبعا الربع قريبة إلى الصفور فنقول لهنا صفر إذن هذا هو تقدير تقدير الربع الربع إلى الصفر أقرب إلى الصفر ضرب طبعا الناتج بيكون صفر بما أني قربت له الربع إلى الصفر دائما الربع قربه إلى الصفر ثماني على تسعة إذا أشوف عددين متتاليين يعني اثنين على ثلاثة أربعة على خمسة مثلا ستة على سبعة هذا قريب إلى الواحد يكون فهذا نقول له قريب إلى الواحد لكن بما أني قدرت الربع إلى الصفر فأي عدد ضرب صفر يساوي كم؟ صفر إذن التقدير هنا سيكون صفر سؤال ستة أيضا عندي كسرين فأحتاج أني أقدر بهذه الطريقة إلى النصف أو الصفر أو الواحد فنقدر الخمسة على ثمانية الخمسة على ثمانية بما أنه الخمسة أعلى الخمسة أعلى من اللي هو الثمانية وقريبة من الأربعة لأن منتصف الثمانية هي الأربعة فقريبة إلى النصف فنقول له نصف بدأ الخمسة على ثمانية نصف لكن الواحد بعيد عن التسعة وهو قريب إلى الصفر فقدر إلى الصفر أنا قدرت إلى الصفر فأي شيء نضربه في الصفر يكون صفر إذن هذا أيضا التقدير يساوي صفر سؤال سبعة سؤال سبعة عندي بالنسبة لهذه الكسور الاعتيادية المركبة التي يكون فيها أجزاء صحيحة وأجزاء كسرية على حسب هذا العدد مثلا ثنين على ثلاثة عددان متتاليان هذا يساوي واحد هذا هذا فقط لوحدة ثنين على ثلاثة يساوي واحد ونضيف إلى الستة يكون سبعة إذن التقدير راح يكون سبعة ضرب بالنسبة للأربعة إياها خمس الخمس واحد على خمسة الواحد بعيد عن الخمسة وقريب إلى الصفر فهنا بيكون طبعا لو أحب أحد يوضح مثلا بيكون بهذا الشكل هذه عندي صفر نخلي عندي خمس خانات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا واحد على خمسة هنا في هذا المكان فهو قريب إلى وين قريب إلى الصفر ومنتصف هذه المسافة بيكون في هذا المكان هذه المنتصف فهذا قريب إلى الصفر الواحد على خمسة فراح نقول له هنا طبعا هذا صفر هذا الجزء فقط يعني ما أضيف إلى الأربعة شيء صفر نخليها أربعة كما هي فنقول له تقريبا الناتج ساوي تقريبا نقول له لأنه قدر نحن سيكون ثمانية وعشرين سؤال ثمانية عندي تسعة على عشرة التسعة على عشرة بما أن عددان متتاليان فنقدرها إلى الواحد واحد ضرب هنا عندي عشرة وهنا عندي ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة عددان متتاليان نقدرها إلى الواحد هذا تساوي واحد مضافة لها العشرة رح يكون 11 إذن نقول له تقريبا ناتج 1 ضرب 11 يساوي 11 هذا بالنسبة لأسئلة المجموعة الأولى من 1 إلى 8 ننتقل الآن إلى سؤال 9 القياس قدر مساحة ممر مستطيل الشكل طوله 9.34 متر وعرضه 4 متر المساحة بالنسبة لسؤال 9 المساحة تساوي الطول ضرب العرض يساوي بما أنه قال لي قدر الكلمة الأولى هي مفتاح الحل قدر يعني مسموح لي بتغيير الأرقام لكي تكون أسهل في عملية الضرب الطول تسعة وثلاثة أرباع ضرب العرض أربعة نحن طبعا نحن لا نحتاج إلى تقدير الأربعة الأربعة فقط نقدر الكسور فراح أقدر هذا الكسور هنا طبعا عندي هذا هو تسعة وعندي الكسور ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة عددان متتاليان يساوي واحد الواحد نضيفه إلى التسعة فبيكون عشرة ضرب أربعة الأربعة كما هو ما يتغير إذن قل له تقريبا الناتج راح يكون أربعين الوحدة هي متر وحدة المساحة هي مربع المتر مربع إذن تقريبا راح يكون المساحة أو مساحة الممر المستطيل هو أربعين متر مربع تقريبا ننتقلان إلى سؤال عشرة بالنسبة إلى سؤال عشرة أيضا أول كلمة هي قدر مساحة حديقة إذن نقول له المساحة ما أنه هي مستطيلة الشكل مساحة المستطيل الطول ضرب العرب ما أنه فيها تقدير مساحة مستطيلة الشكل طولها أربعة وعشرين وستس ضرب العرض تسعة واثنين على ثلاثة ما أنه عندي واحد على الستة الواحد على الستة بتكون قريبة إلى الصفر فهذا كله الآن بيكون الكسر ما نقدر نضيف شيء فيكون صفر زائد أربعة وعشرين يكون كم قدر إلى الأربعة وعشرين ضرب هنا عندي أيضا اثنين على ثلاثة عددان متتاليان هذا القدر يساوي واحد الواحد طبعا نضيفه معه التسعة رح يكون عشرة أربعة وعشرين ضرب عشرة يساوي مئتين واربعين الواحدة مثل ما أعطانيها متر ما أنه مساحة بيكون متر مربع تقريبا إذن مساحة هذه الحديقة تقريبا يساوي مئتين واربعين متر مربع ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل المسائل قدر ناتج الضرب في كل مما يأتي عندي كسر وعدد صحيح عندي الواحد وعشرين ليس من مضاعفات الأربعة فأقرب مضاعف هو العشرين فنقول له سؤال 11 الواحد على أربعة كما هو ضرب بذل الواحد وعشرين يكون عندي عشرين هذا هو التقدير عندي ربع العشرين أقدر أقول له ربع العشرين يساوي خمسة على طول مباشرة أو نكتب له طبعا واحد عشرين قسمة أربعة يساوي خمسة فتقريبا الناتج راح يكون خمسة السؤال الثاني عشر أيضا عندي الخمسة مع الستة وعشرين هنا لازم يكون المضاعف من المضاعفات الخمسة وأقرب مضاعف هو بدل الستة وعشرين راح يكون خمسة وعشرين يعني نزيد واحد أو النقص واحد أو اثنين أو النقص اثنين وهكذا يعني الأقرب النقص سواء كان بالنقصان أو الزيادة فهنا راح نقول أيضا واحد خمسة وعشرين قسمة خمسة يساوي خمسة إذن تقريبا أيضا السؤال الثاني عشر يساوي خمسة السؤال الثالث عشر عندي ثلث إلى واحد واحد واربعين أي ضرب واحد واربعين نعرف أن الواحد واربعين ليس من مضاعفات الثلاثة وأقرب مضاعف هو الاثنين واربعين لازم يكون الطالب حافظ جدول الضرب عشان يكون أسهل له فنخلي بدل واحد واربعين التقدير اثنين واربعين هذه إشارة التقريب فبيكون عندي اثنين واربعين قسمة ثلاثة ولا واحد ضرب اثنين واربعين قسمة ثلاثة يساوي ارباطعش إذن واحد ضرب ارباطعش تقريبا يساوي الناتج ارباطعش السؤال الرابع عشر عندي واحد على ستة وعندي سباطعش السباطعش ليس من مضاعفات الستة اقرب مضاعف هو الثمنطعش نخلي السباطعش ثمنطعش الآن نقدر نقسم فبيكون عندي واحد ثمنطعش قسمة ستة يساوي ثلاثة إذن تقريبا الناتج راح يكون يساوي ثلاثة السؤال الخامس عشر عندي خمسة على سبعة وعندي الاثنين وعشرين ليس من مضاعفات السبعة أقرب مضاعف هو الواحد وعشرين يقبل القسمة على سبعة إذن بيكون عندي الخمسة كما هي واحد وعشرين قسمة سبعة يساوي ثلاثة إذن الناتج تقريبا يساوي خمستعش السؤال السادس عشر عندنا اثنين على تسعة وعندي ثمانية وثمانين الثمانية وثمانين ليست من مضاعفات التسعة أقرب مضاعف هو التسعين إذن نكتب ليه بدل ثمانية وثمانين تسعين يساوي الاثنين كما هي تسعين قسمة تسعة يساوي عشر إذن تقريبا الناتج يساوي عشرين السؤال السابع عشر عندي اثنين على ثلاثة إلى عشرة العشرة ليست من مضاعفات الثلاثة أقرب مضاعف إلى الثلاثة قريب من العشرة هو التسعة إذن قل يساوي اثنين تسعة قسمة ثلاثة يساوي ثلاثة إذن الناتج تقريبا يساوي ستة السؤال الثامن عشر عندي ثلاثة على ثمانية ضرب نقدر طبعا هذا بالنسبة إلى التقدير ما بنقدر نقدر لأن هذا بيكون أصغر فما يصير نضيف لي أربعة كاملة بما أن هذا أصغر العدد الصحيح من المقام هنا لازم نقدر هذا العدد نقدره طبعا إلى النصف ثلاثة على ثمانية قريب إلى النصف هذا العدد قريب إلى النصف ضرب الأربعة فإذا ضربنا في الأربعة نصف الأربعة يساوي اثنين تقريبا هذا بالنسبة إلى هذا العدد ننتقل للسؤال التاسع عشر شطائر تعد أو تعد فاطمة شطائر دائرية لـ 11 صديقة لها بحيث تخصص ربع شطيرة لكل واحدة أو يجد بصورة تقريبية بما أن قال لي بصورة تقريبية يعني نقدر نغير في هذه الأرقام عدد قطاع الشطائر التي ستعدها فاطمة لصديقاتها إذن عندي 11 سنقول سؤال 11 سنضرب 11 ضرب ربع نلاحظ أن 11 ليس من مضاعفات العدد 4 فأقرب مضاعف إلى 4 قريب من العدد 11 هو 12 هذا يسمى تقدير ضرب 1 على 4 فنقدر الآن قوله 12 قسم 4 يساوي 3 إذن بيكون 3 ضرب 1 إذن تقريبا راح يكون عدد قطع الشطائر تقريبا 3 قطع هذا بالنسبة إلى سؤال 19 سؤال 20 يود طلال أن ينهي قراءة 2 على 5 أحد الكتب قبل يوم الجمعة القادم فإذا كان عدد صفحات الكتاب 233 فأوجد عدد الصفحات التقريبي بما أن قال لي التقريبي يعني نقدر نغير في الأرقام الذي يتعين عليه قراءته قبل يوم الجمعة إذا نقول 2 على 5 ضرب عدد صفحات الكتاب 203 فعندي 203 ليست من مضاعفات الخمسة فإما أني أضيف 2 أو أنقص 3 فالأفضل ننخليها 200 أفضل من 205 هذه الصح وهذه الصح زين فنخليها نقول لها التقدير 2 على 5 ضرب 200 نقدر 203 إلى 200 إذن نقول الآن 200 قسمة 5 يساوي تقريبا فيها 40 فيها 40 لأن 40 ضرب 5 يساوي 200 إذن بيكون عندي الاثنين نزل 2 ضرب 40 بهذا الشكل إذن بيكون عندي تقريبا عدد الصفحات تقريبا نقول طبعا مو يساوي تقريبا 2 ضرب 40 80 صفحة إذن هذا عدد الصفحات تقريبا لي تعين عليه قراءته قبل يوم الجمعة ننتقل الآن إلى سؤال 21 قدر ناتج الضرب في كل مما يأتي 5 على 7 قريب إلى 2 هذا العدد قريب إلى الواحد أو النصف بإمكاني أخذ النصف بإمكاني أخذ الواحد منتصف 7 هو 3 ونصف 3 ونصف هذا 5 قريب إلى الواحد إلى 7 فهو قريب إلى الواحد ضرب بما أن العدد اللي فوق بعيد عن المقام فهو قريب إلى الصفر فبيكون عندي 1 ضرب صفر إذن بيكون تقريبا التقدير 1 ضرب صفر يساوي صفر أيضا عندي كسرين 11 على 12 إذا العددين متتاليين فهو التقدير يكون إلى الواحد ضرب 3 على 8 تقريبا تقريبا ما قريب هذا إلى الصفر قريب إلى المنتصف لأن منتصف المسافة نصف الثمانية هي الأربعة والأربعة قريبة للثلاثة إذن هو في المنتصف إذن قريب إلى النصف إذن التقدير 1 ضرب نصف أي عدد نضرب نضرب في 1 يعطيني نفسه فبيكون نصف إذا جلي مثل هذه التركيب عدد صحيح مع جز كسري الثلث قريب إلى الصفر هذا قريب إلى الصفر فرح أضيف الصفر إلى الأربعة فتبقى هذه كم أربعة الثلثين أو ثلاثة أربعة عفوا ثلاثة على أربعة عددان متتاليان هذا نقول عنا واحد نضيف إلى الاثنين فبيصير ثلاثة يعني أربعة ضرب ثلاثة إذن التقدير يساوي أربعة في ثلاثة كم أطنعش سؤال 24 عندي خمسة وثمن ثمن هذا طبعا قريب إلى الصفر فرح أضيف صفر إلى الخمسة فيكون التقدير خمسة ضرب أيضا الواحد على اطنعش بعيد الواحد بعيد عن الاثنعش فهو قريب إلى الصفر يعني صفر زائد تسعة يساوي تسعة إذن التقدير خمسة في تسعة يساوي خمسة وأربعين سؤال خمسة وعشرين قدر مساحة كل مستطيل مما يأتي هنا عندي التقدير بالنسبة إلى المستطيل لازم هنا يكون فيه عندي قاعدة طبعا ما أقدر أقدر الاثنين بالزيادة لازم واحد يكون بالزيادة والثاني ويش يكون بالنقصان على أساس أنها تعطي مساحة قريبة مقدرة عندها كبرنا الطول والعرض بيكون أكيد يعني بتكون المساحة ليست تقديرة بتكون أكبر من الشكل فيفضل فيفضل واحد يكون انقدرة بالنقصان وواحد يكون انقدرة بوين بالزيادة بالنسبة إلى المساحات المرسومة في الكتاب فعندي هذا طبعا له الخمسة المساحة هي عبارة عن ميم يساوي الطول ضرب العرض فمثلا الآن خمسة وثلاثة ارباع ثلاثة ارباع ضرب ثمانية وثم بهذا الشكل هذا طبعا يعطي زيادة واحد هذا طبعا ما يعطي زيادة فيصير صفر فنخلي هذا فقط ثمانية فبيكون عندي هنا ثمانية هذا طبعا الواحد راح نضيفه مع الخمسة راح يصير ستة فيصير النتيجة التقريبية ستة في ثمانية يساوي ثمانية واربعين الوحدة هي سانتي متر مربع لأنه عندي مساحة هذه هي المساحة التقديرية ايضا عندي مساحة المستطيل في سؤال ستة وعشرين ايضا الطول ضرب العرض ناخد مثلا هذا ثلاثة وربع وعندي العرض تسعة وخمسة اثمان الربع طبعا ما نضيف له شي فبصير صفر مع الثلاثة فبيكون ثلاثة هذا نقصنا فالآخر لازم يكون زيادة يعني ما ننقص الاثنين ولا نزيد الاثنين واحد نقصان واحد زيادة فهذا بيكون خمسة على ثمانية هذا واحد يضاف لي واحد الى التسعة فبيكون عشرة فنقول له المساحة التقريبية هي ثلاثة فعشرة يساوي ثلاثين الوحدة هي المتر مربع ننتقل الان الى السؤال اللفظي التالي طبخ استعمل معلومات الشكل المجاور للمقادير التي استعملها سفيان في عمل الكعكة لحل السؤالين سبعة وعشرين وثمانية وعشرين نبدأ بسؤال سبعة وعشرين اذا كانت كتلة كوب الجوز هي مائتين واثنين واربعين جرام فكم جراما من الجوز في المقادير تقريبا في الجوز بالنسبة الى الجوز هذه عندي بالنسبة الى الجوز هي واحد على ثلاثة وعندي كوب الجوز طبعا كتلته نقول ضرب مائتين واثنين واربعين عفوا مائتين واثنين واربعين المائتين واثنين واربعين طبعا ما تقبل القسمة على الثلاثة اثنين زائد اربعة ستة زائد اثنين ثمانية فلازم نضيف واحد نضيف واحد ليش طبعا لان هذه بيكون سبعة اثنين واربعة ستة ارقام مع الاثنين ثمانية اذا كان مجموعة الارقام ليس من مضاعفات اشوف نقول له اثنين زائد اربعة زائد اثنين يساوي ثمانية الثمانية ليست من مضاعفات الثلاثة فهي ما تقبل القسمة على ثلاثة يعني هذا العدل فنضيف له مكان الاحاد نضيف له ثلاثة يعني اضفنا رقم واحد الآن صار العدد يقبل القسم على ثلاثة لأن مجموعة هذا العدد ثلاثة زائد اربعة زائد اثنين يساوي تسعة والتسعة تقبل القسم على ثلاثة فيها ثلاثة اذا هذا العدد يقبل القسم على ثلاثة فنقول له طبعا يساوي واحد مائتين وثلاثة واربعين قسمة ثلاثة يساوي واحد وثمانين واحد وثمانين ضرب ثلاثة يساوي مائتين وثلاثة واربعين اذا نقول له تقريبا الناتج يساوي تقريبا يساوي واحد وثمانين عدد بالنسبة الى سؤال سبعة وعشرين سؤال ثمانية وعشرين اذا اراد سفيان تجهيز ثلاث كعكات فكم كوبا من الحليب يحتاج كوب الحليب واحد وثلاثة اربع واحد وثلاثة اربع وعندي ثلاث كعكات ثلاثة بهذا الشكل فنقدر هذا الثلاثة اربع مثل الاسئلة السابقة الثلاثة اربع تساوي واحد هذا تساوي واحد مع الواحد الموجود عندي فنقول له تقريبا يساوي اثنين الثلاثة ما نغيرها اذا اثنين في الثلاثة هذا العدد اللي قدرنا واحد وثلاثة اربع قدرنا الى الاثنين فبصير عندي تقريبا ستة فكم كوبا اذا عدد الاكواب ستة اكواب من الحليب نحتاج الى ستة اكواب من الحليب تقريبا لازم نقول له وين تقريبا ننتقل الان الى اخر فقرة في الدرس ما افضل تقريب لمساحة المستطيل ادنى مثل ما قلنا احد البعدين يكون بالنقصان والثاني يكون بالزيادة فهذا خمسة على ستة قريب الى الواحد فهذا نخليه يكون اثنين هنا طبعا نقدر ايضا اثنين على ثلاثة نقدرها الى واحد وتصير عندي ثلاثة بس لكن بما ان هنا اخذنا هذا بالزيادة هذا ناخده بالنقصان يعني نشيل الثلثين ونخليه كامل لاثنين فبيكون اثنين ضرب اثنين هذه افضل تقريب للمساحة نقول له اثنين ضرب اثنين يساوي اربعة فالناخذ هذه المساحة هي افضل اه تقريب لمساحة هذا المستطيل اه ذهب ثلاثة وثلاثين طالبا اه في رحلة مدرسية الى اه حضر النصف اه الى ثلاثة ارباع الطلاب معهم اه فأي مما يأتي يقدر عدد الطلاب الذين اه حضروا طبعا اه رح نضرب اه ثلاثة وثلاثين اه فبيكون الحل عندي اه النصف الى ثلاثة ارباع طبعا هنا عندي اه المدى الى اثنين مقسم اولا النصف والثلاثة ارباع فالناخد الثلاثة وثلاثين نقدرها مع النصف هذا هو النصف طبعا الثلاثة وثلاثين اه ليست من مضاعفات الاثنين فأقرب عدد الى هذا الناخد اثنين وثلاثين فنقول له اثنين وثلاثين ضرب نصف نصف الاثنين وثلاثين يعني اثنين وثلاثين قسمة 2 يساوي 16 هذا بالنسبة إلى النصف أو الثلاثة أربع ثلاثة أربع يعني ثلاثة على أربعة في ثلاثة وثلاثة أيضا هذه النقص الثلاثة وثلاثين إلى ثلاثة وثلاثين علشان تكون تقبل القسمة على أربعة وفوق عندي ثلاثة ثلاثة وثلاثين قسمة أربعة فيها ثمانية ثمانية نضربها فوق في الثلاثة تساوي أربعة وعشرين فطلع عندي 16 واربعة وعشرين فبيكون أي مما يأتي يقدر عدد طلاب الذين أحضروا الحلويات نقول لي طبعا هذا هو 16 و25 أن الاربعة وعشرين قريب إلى الخمسة وعشرين فهذا هو التقدير لهذا السؤال مرة ناخدها بالنصف مرة بثلاثة أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر